التدريب العسكري هو جملة من التدابير التي تهدف إلى أعداد مقاتلي القوات المسلحة العراقية وقياداتها وتشكيلاتها للحفاظ على جهزيتها لخوض الأعمال القتالية ويتقيد التدريب العسكري بمبادئ القوات المسلحة ويستقي منهاجه من مذهبها الذي يحدد ما هي الحرب المحتملة وأهدافها وطبيعتها ينفذ فوج المغاور الثالث لواء المغاور قيادة عمليات الأنبار تدريبه الليلي ضمن المنهاج المعد إلينا بداية من الأزعاج الليلي إلى المسيرة التحملية اجتياز الموانع والموانع السلكية وعبور الحواجز وحلقة الاشتباك ضمن المنهاج الصاعقة وذلك للتنفيذ جميع الواجبات الموكلة إلينا ضمن قاطع المسؤولية حيث تستمر القوات المسلحة العراقية بإجراء التدريبات المختلفة ومنها تدريب الصاعقة الذي يهدف إلى رفع كفاية المقاتل في أساليب القتال والعلم العسكري وفن الحرب والارتقاء بمهاراته ومعنوياته إلى مستويات تؤاهله لخوض معركة حديثة كما يمكنه من التغلب على ما يمكن أن يعترضه من الصعوبات ويغرس في ذهنه وسلوكه مبادئ الطاعة والانضباط وتنفيذ الأوامر محمد موسى إعلام وزارة الدفاع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر